شهدين الكرام للتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي سيد شاهو القرداغي أهلا بكم سيد شاهو حياكم الله بداية وزير الدفاع تحدث عن طرف ثالث يستهدف المتظاهرين من هو الطرف الثالث الذي قصده؟ هل هو الحشد؟ أم من يرعى الحشد؟ وهنا نقصده إيران تحياتي لكم حقيقة بعد وضوح الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين وضرورة تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة رأينا هناك تنسيق كامل لخروج تصريحات حكومية سواء من عدل عبد المهدي أو من وزير الدفاع باتهام طرف ثالث كطريقة لتجاوز المسؤولية وعدم تحمل المسؤولية مسؤولية لقتل المتظاهرين تصريحات وزير الدفاع تصريحات خطيرة جدا فحتى لو قلنا أن هناك طرف ثالث يقوم بقتل المتظاهرين فإن من واجب الحكومة العراقية والتي صرفت مليارات على مجال الدفاع وعلى الأسلحة والأجهزة الأمنية أن تحمل المتظاهرين هذا يعني أن الطرف الثالث قوي لدرجة أن الحكومة لا تستطيع أن تحاسب هذا الطرف وهي تحت إشراف وتوجيه من دولة خارجية وبالتالي هي محصنة من أي محاسبة يعني حتى لو جزمنا بأن سيناريو الطرف الثالث يعني نحن نشك بهذا الأمر لأن الحكومة تعلم جيدا من هي الأطراف التي تقوم بقتل المتظاهرين وفي عدة مقاطع فيديو رأينا القوات الأمنية تقف خلف هذه القوات التي تقوم بقتل المتظاهرين أن القوات الأمنية تحمي هذه القوات وبالتالي لا يمكن أن نعترف بصحة هذه التصريحات ولكن في حال صحتها فإنها تؤكد على تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة وعجزها أن حماية المتظاهرين أولا وثانيا أن هذه الأطراف هذه الميليشيات طبعا هي ميليشيات الطرف الثالث هي فوق الدولة واستطاعت هنا الأمر الأكثر خطورة استطاعت استيراد أصلحة من خارج العراق واستخدامها ضد المتظاهرين وسط عجز من الحكومة العراقية يعني هذا التصريح يدين الحكومة العراقية بدل أن يطبق أو يحقق ما هم يصبون إليه وهو عدم تحمل مسؤولية خطل المتظاهرين هذا التصريح يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة العراقية بأنها حكومة فاشلة وأنها لا تستطيع أن تضبط الحدود وأن تضبط الأجهزة الأمنية وأيضا لا تستطيع محاسبة الميليشيات التي تقوم بها ارتكاب هذه الجرائم والصحافة العالمية والمعلومات في كل العالم انتشرت بأن هناك إشراف إيراني مباشر على هذه الميليشيات وبالتالي لا يمكن خداع العالم يعني هذه محاولة لخداع العالم خداع الرأي العالمي بأن هناك طرف ثالث هل يستطيع طرف ثالث أن يقتل المتظاهرين لأكثر من أربعين يوم؟ يعني يومياً لدينا قتلة ولدينا جرحة ولدينا مصابون هل يستطيع هذا الطرف أن يعمل هذا الشيء؟ وتصريح عبد المهدي بالتنسيق مع هذا التصريح لأن هناك جماعات من الطرف الثالث تقوم باغتطاف المواطنين إذن أين الحكومة إذا كان هناك طرف ثالث يقتل؟ وطرف ثالث يختطف المواطنين؟ وطرف ثالث يقتال الناشطين؟ وطرف ثالث يقوم بتهديد الصحفيين أين الحكومة من هذا الأمر؟ إذن هذا يؤكد فشل الحكومة فشل كامل الحكومة في المجال الأمني في المجال السياسي وبالتالي انقلب هذا التصريح من أن يكون السلاحا يستخدموه لخداع الرأي الآم وتهديئة الداخل إلى وسيلة تدينهم وتحملهم المسؤولية الكاملة عن كل الضحايا الذين سقطوا إلى الآن الحديث عن الضحايا أستاذ شاهو يقودنا لتساؤل عن هذه الأعداد المرتفعة للشهداء الذين سقطوا فجر اليوم أربعة شهداء في ساحة التحرير بالإضافة إلى عشرات الجرحى كيف يفسر تركيز القوات الأمنية والحكومية تحديدا على ساحتي التحرير والخلاني؟ المظاهرات بلا شك إلى الآن أزعجت الحكومة العراقية وتشكل وسيلة ضغط كبيرة على الحكومة لأن الحكومة كانت تعول على أن يمل المتظاهرون من البقاء داخل الساحات ويعودوا إلى منازلهم بعد فترة مؤينة حتى لو لم تستخدم وسائل القمع والآلة القمعية ولكن هذا لم يحصل لحصل العكس هناك مشاركة أكبر يعني الآن هم يستسلمون ويفرضون على ميليشياتهم إطلاق صراح الناشطين والناشطات بعدما يئسوا من استخدام هذه الوسيلة هذا السبب الأول السبب الثاني هو إنزعاج إيراني من كثرة ترديد الهتافات ضد إيران وضد النفوذ الإيراني يعني نحن رأينا اليوم فوز المنتخب العراقي على المنتخب الإيراني تحول إلى انتصار داخل الساحات وهتافات ضد إيران مرة أخرى وبالتالي أيضا حكومة إيرانية تفرض ضغوطات على الجانب العراقي لإنهاء التظاهرات بالقوة والقمع وهي طبعا لديها خبرة في هذا الأمر في التعامل الداخلي في إيران وتريد أيضا أعلنت استعدادها لمساعدة الحكومة الإيرانية في قمع التظاهرات وهي منزعجة من هذا الأمر النقطة الثالثة هي من الأسباب التي تدفع الحكومة الإيرانية بالتعامل الأمني والقاسم على المتظاهرين هو الاستمرار المظاهرات إلى هذا اليوم تسبب بإحراج كبير للحكومة العراقية عند المنظمات الدولية وأيضا في الرأي العام العالمي يعني نحن نرى أن الإعلام العالمي في الأسبوع الأول والثاني كان متواطئا أو كان بطيئا في تغطية المظاهرات لكن الآن كل الإعلام العالمي تغطي المظاهرات وهذا يشكل إحراج كبير للحكومة العراقية وهي تدرك أنها ما دامت تورطت في القتل من الأسبوع الأول فإنها لا تكترث في استمرارها في قتل المتظاهرين وقمعهم وتحميل جهات ثالثة مسؤولية هذا الأمر في سبيل تحقيق هدف واحد وهو إنهاء التظاهرات بقوة بسبب هذه الأسباب التي ذكرتها كيف يمكن للحكومة أن تحمل طرفا ثالثا المسؤولية وهي أخرجت في التحقيق الأول أن هناك عناصر وقيادات داخل قواتها تخاذلت تسببت بهذه الانتهاكات سميت خروقات فردية لكنها اتهمت قواتها اتهمت قيادات أمنية كيف الآن يتم الحديث عن طرف ثالث الآن بعد ارتفاع أرقام الضحايا يريدون الخروج بهذا السيناريو الآخر يعني طبعا نحن من البداية قلنا أنه هناك تصفية حسابات تجري محاولة لتصفية حسابات وتعليقها على أنها تنفيذ لمطالب المتظاهرين رأينا معاقبة بعض الرؤوس الصغار من الفاسدين ورأينا اتهم بعض الجهات الأمنية بأنها وراء قتل المتظاهرين نحن لم نقتنع بهذا الأمر ولا الشارع يقتنع بهذا الحمر حتى تحميل بعض الأجهزة الأمنية غير مقنع في ظل عدم الكشف عن القناصة يعني نحن رأينا السيناريو الأول كانوا قالوا هناك قناصة يقتلون المتظاهرين لم يكشفوا عن هؤلاء القناصة بعدها تحميل الأجهزة الأمنية بعد ذلك الآن السيناريو الثالث هو طرف الثالث إذن هناك تناقض بين التصريحات التي تخرج من المسؤولين الحكوميين لتبرير العجز الحكومي وعدم تحميل الحكومة العراقية هذه المسؤولية يعني نحن نرى الآن محاولات فردية محاولات من قبل المنظبات من قبل مؤسسات عراقية تحاول أن ترفع دعاوى ضد المسؤولين المتورطين وخاطصة الأمنيين في قتل المتظاهرين وبالتالي هم يريدون الخروج بسيناريو لا يحملهم مسؤولية هذا الأمر ونحن ندرك أن الحكومة تعاني من مشاكل أخرى تعاني من مشاكل اقتصادية تنظر إلى الاستثمارات الأجنبية حتى تأتي وتساعد الحكومة ولا تريد أن تخسر هذا الأمر وبالتالي تريد أن تخرج بسيناريو مقنع ولكن لا يمكن إقناع العالم بهذه السيناريوهات الضعيفة بعد انتشار وبعد رؤية كل هذه المقاطع التي أثبتت استخدام الأجهزة الأمنية السلاح الحي والرصاص الحي والقنابل المسلل الدموع للقتل وليس فقط للردع أو إبعاد المتظاهرين وبالتالي لا يمكن لهم أن يقنعوا الآخرين لأن السيناريوهات التي يقدمونها هي متناقضة فيما بينها وبالتالي أي شخص عقل يدرك أن هناك خطأ في الموضوع وهناك محاولة لإخفاء الحقيقة وتغطية الحقيقة وعدم السماح للآخرين بأن يعلموا الحقيقة التي يجي على أرض الواقع في هذا السياق والحديث عن السيناريوهات التي تغطي وتختار أن لا تكشف الحقيقة لتوهم الرأي العام العراقي أو العالمي كان هناك رد من قبل السفارة الألمانية حول زيارة الوفد الأوروبي إلى العراق الوفد الأوروبي الذي أبدى بشكل واضح انتقاده لسياسة حكومة عبد المهدي وتعاملها مع المتظاهرين السلميين هذه الحكومة نفسها قامت بتكذيب كل المدارة في هذا الاجتماع بين الجهات الأوروبية والجهة الحكومية وروجت لما تريده هي عن التجربة الديمقراطية وعن الأمن والاستقرار وكيف تفسرون هذا التناقض وكيف سيؤثر أيضا على صورة العراق في المجتمع الدولي ليس داخليا فقط الآن صورة العراق تشوهت لسبب واحد هناك مظاهرات في بوليفيا تشيلي هونغ كونغ لبنان الجزائر نعم تمام هذه المظاهرات في تشيلي غيرت حكومة في بوليفيا عفوا في بوليفيا غيرت حكومة في تشيلي تعديلات دستورية في لبنان أيضا تغيير حكومي في هونغ كونغ أيضا مستمرة وإلى الآن قتيل أو قتيلين في الجزائر أيضا نفس الشيء لا يوجد هذا العدد الكبير من القتلى إلا في العراق يعني الآن العالم يرى احتجاجات في كل العالم في كل دول العالم موجودة هذه الاحتجاجات في هذه الدول التي ذكرتها ولكن هذا العدد الكبير خلال هذه المدة الخصيرة لا يوجد إلا في العراق هذا يؤكد أن هناك إرادة حكومية لقمع المتظاهرين وليس هناك أخطاء فردية تتحملها بعض الأجهزة الأمنية هناك قوات تم تجهيزها لقمع أي انتفاضة شعبية هذا الأمر مواضح جدا يعني بما أن العراق أصبح جزء من النفوذ الإيراني إيران عملت على تجهيز قوات لقمع المظاهرات الشعبية التي قد تخرج لأنهم يفكرون في ذلك ويعلمون أن هناك تظاهرات قد تخرج وبالتالي قامت بتجهيز هذه الميليشيات وهم خرجوا الآن وقاموا بقمع المتظاهرين هذا أمر واضح يعني لا يمكن للحكومة العراقية أن تقوم بتجميل الواقع السيئة عند منظمات الحقوقية أو عند وفود رسمية لأنهم يختلطون بالواقع ويرون عوائل الضحايا ويرون الحقيقة على أرض الواقع يعني الحكومة العراقية صرفت أموال وحاولت أن تشتري إعلاميين وسائل إعلام ولكن حتى هؤلاء أصبحوا لا يعلمون كيف يدافعون عن الحكومة بعد الواقع السيئ الذي يرونه يعني أنت تقارن العراق بأي دولة عالمية فيها مظاهرات ترى أن الضحايا في العراق بالمئات بينما هذه الدول لم يقع فيها ضحية واحدة هذا يعني أن هناك إرادة دولية يعني إرادة من قبل الدولة إرادة للقمع تعامل أمني وليس محاولة لفهم المتظاهرين ومحاولة الإصلاح والتغيير سيد شاهو أخذ راحتك شوية الممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت طبعا هي عليها ملاحظات كثيرة حول مواقفها وكذلك التغريدات التي خرجت بها رغم ذلك قالت أن المتظاهرين في العراق دفعوا الكثير من الخسائر البشرية لإصال صوتهم إذا كان العالم يدرك هذا القتل الممنهج للعراقيين وكما تفضلت العراق الدولة الوحيدة من بين هذه الدول التي تخرج بمظاهرات بها هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين لماذا لا يتحرك؟ ما الذي ينتظره؟ دفعوا قلنا سابقا أن حتى المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية أيضا تربطها مصالح مع الحكومة العراقية وهذه المصالح قد تكون أولى من الدم المواطن العراقي حتى الدول دول العالم نرى أن التحرك تجاه الحكومة العراقية أو تحميل الحكومة العراقية مسئولية لا يوجد تحرك دولي واضح وقوي ضد ممارسات الحكومة العراقية يعني هذا القدر الهائل من الضحايا لو كان أي حكومة محترمة في العالم كانت سوف تقدم الاستقالة وتخرج يعني وسط ضغط دولي ولكن في العراق نرى أن هناك تحرك دولي بطيء جدا تجاه هذه الانتهاكات وهذا يدل على وجود مصالح لهذه الدول في العراق لا يريدون خسارة هذه المصالح لا يريدون الدفع العراق إلى أي تغيير قد يؤدي إلى خسارة هذه المصالح وبالتالي يريدون الحفاظ على الوضع الحالي ودفع الحكومة إلى إجراء تغييرات بسيطة أو تغييرات شكلية أو إصلاحات شكلية لا يضمن التغيير الحقيقي ولكن لا يؤدي إلى المساس بالمحاصصة الموجودة المحاصصة الحزبية كما أنه يفيد بعض الأطراف داخل العراق أيضا مفيد لأطراف دولية خارج العراق وبالتالي هذه الأطراف لا تريد أن يحدث تغيير تؤثر على مصالحها داخل العراق وبالتالي لا تقوم بعملها كبعد إنساني بل كبعد مصالحي تفكر في مصالحها وتنظر بنظرة براغماتية لمصالحها وليس لمصالح الضحايا أو المواطنين الذين يسقطون فيها لجنة مرضمة للتظاهرات دعت يوم الجمعة لتظاهرة مليونية ما مدى نجاح هذه المليونية بعد أسبوع كامل من الانتهاكات الإنسانية المرتكبة؟ قبل أيام أيضا وسائل تابعة للحكومة وسائل إعلامية تابعة للحكومة حاولت الترويج لأفكار بأن الأعداد تتضاءل داخل ساحة التحرير حتى تقوم بإعطاء فكرة سلبية وتدفع المواطنين لعدم الخروج إلى الشوارع ولكن اليوم رأينا أن ساحة التحرير امتلأت بعد المباراة وطبعا بعد الاحتفال أيضا استخدموا الرصاص الحيضة دى المتظاهرين الأجهزة الأمنية استخدموا الرصاص الحيضة دى المتظاهرين وهذا يعني أن المواطنين لم يقتنعوا بوعود الحكومة العراقية ولا بوعود رجال الدين والمؤسسة الدينية ولا بوعود المؤسسات الحزبية أو قيادات الحزبية وهم مصرون على الخروج وأيضا على المشاركة بقوة سواء الحكومة العراقية استخدمت الوسائل القمعية وأجهزة القمع وتركت فتحت يد الميليشيات لقمع المتظاهرين أو لم تفعل ذلك فالمواطنون يخرجون بقوة وغدا سيبادلون إلى الخروج لأنهم ليس لديهم ما يخسروا في ظل هذه الحكومة والحكومة فقدت مصداقيتها لأنها دائما تخرج وتتعهد بحماية المتظاهرين وعلى رضي الواقع تقوم بقمعهم وبالتالي لا يمكن إعطاه فرصة أخرى إلا أن تذهب ويأتي غيرها لتتحمل المسؤولية وتحمل المواطنين أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي سيد شاهو القرداغي لتوجودك معنا في ستودي الرفدين شكرا جزيلا